طبعا بالتأكيد معناه ان هو شف مباراة النادي الاهلي وكان متابه في الفترة الأخيرة هل هو في السياسة الفترة الجاية هيدعم الفريق بعناصر من خارج النادي الاهلي ولا هنشوف عناصر جديدة من الشفاف مع الفريق لأنك كنتم تتعارفتنا على الاهلي وم الانوجين التأكد من خارج النادي النادي الهلي منيدك في thank you for your perspective what you believed in for the next coming years هل ستستعلم بجلدات النادي التأكد النادي النادي او النادي والنادي cours المستعدين أو ستستطيع ان نحن لدد من الخارج zwischen the club الخارج النادي علينا أن نغير المساعدة ليس فقط مع العاملين لأنه ليس نحن بسرعة لأنه لبعض في المعارض المولدين هي متأكد قليلاة والعامل المعارضات المتحدة ليس لديهم لديهم جديد رائع لأن الرمان المساعدة المولدين لديهم سنة أنا صحيح نعم بالطبع سأقوم بعمل 65 وهذا 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 كبير وهذا 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 نحتاج شخص وهذا وهذا في المدين من هذه من المدين نحتاج نحتاج من المدين من 26 27 26 عام من المدين بعد 26 هذا مهم يقولك طبعا ما فيش شك ان هو حيدعم الفريق سواء بين الناشئين لكن مش دايما الناشئين بيبقوا هم موجودين بالكمية اللي هو عايزها خاصة ان التشيرت بتاع نادلي هي تشيرت تقيل عمره 103 سنة او 104 سنة داخلها 104 سنة فمش اي حد يستحمله فهو برضو بيبقى محتاج بعض اللعيبة في حدود 26 سنة اللي عندها الشخصية انها تقدر تتحمل وتقدر تفهم يعني ايه الجيرزي او يعني ايه فنيلة النادي الاهلي وازاي تقدر تاخد النادي الستاب اعلى خاصة ان بداية النطج او بداية الخبرة بتكتمل عند اللعيب اما يوصل عنده 26 سنة اللقصة باللاعيبين هل استمرت موجودة حتى بعد قيابة عن الاهلي في الفترة السابقة خاصة ان شوفنا براكات ومحمد ابوتريكا والعديد من اللعبين كانوا بكلمة علمانو الجزيه وهمش موجود دايما انه هما شايفين انه احد عظم المدربين اللي هما تعملوا معاه الشخصية بتاعته ازاي كان بيوجههم ازاي كان بيلومهم كل حاجات دي وبيني ويجب انه ازاي كان لديه ويجب انه ازاي بانه انه يبدو انه ازاي بانه أخبرهم إيه وكل حاجة هم مش بس لعيبة بالنسبة له هم أصدقاء وأصدقاء يعني قريبين قوي منه منه القلبه وهو عايز يقول للناس كلها ويقول للعيبة دي بالذات إن ما فيش حاجة اسمها لعيب كبير في السن لأ اللعيب طور ما بيقدر يدي في الملعب طور ما هو مركز بس في النادي الأهلي وفي الملعب حيقدر يدي أكتر وأكتر وهو بيتمنى إن هو يعني يستمر معهم ويتسمر الإنجازات اللي أتحققهم باللعيب الكبار اللي موجودة حاليا I think it's very important for the people they know that I trust completely in this player and I think with the relation that we have they can do some more a little more than they made before this last two year and a half but I'm gonna do my team concentrate only in this work concentrate in the club concentrate in the win competition you understand and it's not only me and my technical team we're gonna renew the team these old players because they are and they was fantastic players you understand they gonna help me because they must translate for the young players the feelings the mystic the club you understand this is very important I think it's very important I think it's very important محتاج اللعيبة دي لانالعيبة هي اللى هتهتوصل الرسالة للعيبة الصغيرين ازاي يقدرو يثبيتو اه배 النادي الاهلي ويفانيلة النادي الاهلي و ازاي يقدرو انهم يجيبو انجزاتنا الاهلي هو بيقولان هون من خلالال اللعيبة دي حيركز اوى انه هو يعني بتكلمع اللعيبة كوبار هيركز اوى انWhite ان شاء الله باذن الله يا единستعبة بطولة بارتو هذه هي أنهم يكونوا أصحابين لأنه I'm gonna translate it for them I'm gonna tell them this is the way that they say to the club Thank you is help the young players to tell them the history of the club in telling them how is important for them how is important for all Egypt to be a player from Arli but the player when we start training we must start to win competitions, I come here and now Zamalek have 6 points more, ok after this last match, the draw, they convince themselves they win the league ok, we have nothing to lose, the responsibility now is Zamalek side, ok, we're going to try to make a big pressure over these guys, and we're going to try in the same times step by step with the help of these people that I say, we're going to start to rebuilding the team, but we never forget we have all the second round to play, and we want to win the dowry again I want to say about our supporters is my, is idea I think this expresses my feelings, what I feel about my life, about the competition, I'm very ambitious man I want they wrote in the I don't know the name name banners, put this worse that the sadness for not win is the shame for not fight I think that the relationship between him and the 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 انك انت تتهزم إنك انت متقدلش اشتركوا في القناة